مجموعات خبراء التقليل يوتيوب بالضبط لكنه طبعا صوت فقط طبعا الموقع فيه أكثر من 120 مليون مقطع له تطبيق على الآيفون ولكن التطبيق لا يعمل بشكل جيد نستعرض الموقع من سفاري حتى يعمل الموقع بشكل ممتاز وتوافقية كاملة لابد أن ندخل على التكلم من داخل الفويس أوفر من إمكانية الوصول وندخل على لغات الدوار ونضيف اللغة العربية للدوار وعند تصفح الموقع ندخل على اللغة ونختار اللغة العربية طبعا الصوت راح يكون حتى الكلمات الإنجليزية راح تنطق بالصوت العربي ولكن هذا بشكل مؤقت في داخل الموقع لما ننتهي ونطلع من الموقع نرجع اللغة على اللغة الافتراضية من الدوار طبعا هذا هو الموقع الموقع مثل اليوتيوب بالضبط فيه اشتراكات وفيه قنوات ويعني حسابات نتابع منها أو من خلالها الجديد نحمل من الموقع إن شاء الله عن طريق تطبيق جبار في نهاية هذا الشرح طبعا لما ندخل على الموقع مرزفة بدون موسيقى مرزفة بدون موسيقى طبعا هذا البحث السابق العنوان نضغط على ساوند كلاود هومبيج الصفحة الرئيسية ساوند كلاود هومبيج من هنا سيرتش ندخل نكتب مثلا ما نشاء نكتب مثلا قصة صاد صاد كاف تاء مربوطة مسافة تنوين الفتح رجوع نضغط على رجوع قصة الآن يجري البحث رجوع انتهى البحث لما نبغى نتعرف على النتائج نستطيع تصنيف النتائج وفرزها إما إننا نبحث عن قوائم تشغيل يعني واحد عامل قائمة تشغيل وجامع فيها مثلا قصة مثلا قصة السير النبوية مثلا في قائمة تشغيل معينة أو حسابات حساب اسمه قصة بهذا الاسمه قصص أو مقاطع من هنا نشوف طيب تمت زيارتها قول الكل يعني الآن نحن الآن على جميع النتائج تراكس يعني المقاطع فقط اللي فيها هذا النص ليلست قائمة تشغيل بيبل رابط بيبل الحسابات أو الأشخاص طيب عدد النتائج أكثر من 500 طبعا في كل صبح يعطينا 10 نتائج ممكن لكن كل ما ننتظر أكثر راح تضاعف عدد النتائج نسمع الآن اسم المقطع طيب هذا المقطع الأول هذا اسم القناة واسم الحساب الناشر للمقطع عدد المشاهدات 5 مليون ثلاثة والمدة ثلاث دقائق المقطع الثاني اللي بعده حسام حبيب أجمل قصه حبي رابط محيم صبحي 20 هذا نفس الشيء اسم القناة حسام حبيب أربعة مليون وتسعمائة وهذا عدد المشاهدات ثلاثة تسعة وأربعين وهذا مدة المقطع قصه الشتن دنيا سمير غان مصد قص أربعة ستة فيروز قصة صح أحب ثلاثة أربعة قصه الشتال جزئين مصد ستة قصة العشاق حمود الخضر ألبوم أصير أحسن مثلا نضغط على هذا المقطع حتى نتعرف على بيانات المقطع داخل الصفحة خلاص الآن بمجرد فتح الرابط راح يعمل معنا المقطع مباشرة عندنا هنا بلاي وبوز يعني الإيقاف المؤقت والتشغيل نيكستراك نيكستراك المقطع التالي نيكستراك وهذا المقطع السابق من ميزات الموقع أنه يعمل في الخلفية لما نطلع هنا ونوقف بإصبعين في وسط الشاشة نوقف المقطع أو نشغل المقطع حتى خارج سفر هذا أيضا ميزة لما نرجع هنا هذا اسم المقطع هنا هذا يقول الآن عدة 13 ثانية من المقطع المدكم رد دقائق وثمانة وأربعين ثانية طبعا بمجرد الضغط على هذه الإيقونة راح يعطينا المقطع السابق لهذا المقطع مباشرة يعني فيه سلاسل حقيقة في الموقع طيب الآن نأتي إلى الخطوة المهمة وهي التحميل طيب أنا الآن دخلت على أحد الأناشيت في الموقع لما نبغى نحمل هذه الأنشودة مثلا أو هذا المقطع أو أي مقطع آخر نضغط على مشاركة ونقوم بنسخ الرابط تم الآن نسخ الرابط نتجه الآن لتطبيق جبار حتى نقوم بالتحميل طبعا قبل أن نتوجه لتطبيق جبار فائدة لطيفة لما نبغى نحفظ أي موقع من سفاري ونجعله مثل التطبيقات بالضبط في الصفحة الرئيسية ننطلق إلى مشاركة رجوع زر رجوع تحويل مشاركة زر مشاركة و تمكين مشاركة الأضافية بس قبل أن ننطلق إلى مشاركة نحرص نضغط على الصفحة الرئيسية هوم بيج رابط شعار معالم رابط شعار معالم أرجع الأصوات سرعة المستوى صف الأصوات تحديد النص نوع على مشاركة رجوع رجوع تحويل مشاركة زر مشاركة ألغاء و نضغط على إضافة للصفحة الرئيسية طلب مقلب ززر وبس حفظ طبق نس إضافة على صفحة الرئيسية هكذا قابل لتحريق ما يحتاج نرجع وندخل على سفاري وبعدين ندخل على الموقع ونبحث عنه في جوجل لا خلاص يكون جاهز لنا كتطبيق موجود في الشاشة الرئيسية تم لمخطي حقل النص جاري التحريق حيث كتبنا هنا سوند كلاود إضافة زر إضافة صفحة أشاشة الرئيسية طيب سوند كلاود حير ذاور رلز سوند كي طولي غبان فارتب ليورد طيب الآن لما نطلع من التطبيق تحريف للأعلى ترتيب التطبيق أحرف نرجع الدوار خلاص الآن نرجع الدوار على اللغة الافتراضية العناوين اللغة اللغة الافتراضية الآن هو في هذه الصفحة هذا هو هذا الموقع سوند كلاود في أحد الصفحات مجرد ما أضغط عليه راح يدخلني مباشرة على موقع سوند كلاود هذه ميزة ممتازة من سفاتي طيب الآن بعد ما نسخنا الرابط نروح على جبار جبار و نروح على التبويب الثانية وهي المتصفح المتصفح علامة التبويب تم لمختيار المتصفح علامة التبويب و راح يلسقنا الرابط مباشرة لما يلسق الرابط راح نضغط على كلمة بلاي حتى يشتغل المقطع وبعدين يعطينا خيار التحميل هذا هو نضغط عليه راح يشغلنا المقطع تنبيه الخيارات طيب أضافة إلى قائمة الحفظ زر وقفت المقطع الآن بسبعين في وسط الشاشة أضافة إلى قائمة الحفظ أضافة إلى قائمة الحفظ أضافة إلى قائمة الحفظ ممتاز نسخة بدون إضافة إلى قائمة الحفظ طبعا بإذن الله أن نكون كذا انتهينا من يعني استعراض هذا الموقع وكيفية التحميل منه وكيفية إضافة إلى الشاشة الرئيسية ومميزاته أنا الحقيقة في الختام أشكر خبراء التقنية على إتاحتهم هذه الفرصة لي يعني سنتين من الاستعراضات والشروحات والإطلالات التي أسأل الله أن ينفع بها والحقيقة عملي أصبح الآن في منطقة لا يتوفر فيها اتصال بالإنترنت بشكل جيد فخلال الأشهر القادمة أعتذر أشد الاعتذار من كل من رسلني على الواتس أب وما استطعت أني يعني أرد عليه لأن المكان الاتصال بالإنترنت فيه ضعيف جدا 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 استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاعن واصرف عني الجهل يا ذل منه يا رب يا ذل منه يا رب أن تدخلني رب الجنة لا تدخلني رب الجنة